وزارة التربية بدولة الكويت عندها عقد مع شركة مايكروسوفت شنه الفايدة من هذا العقد وشلون اقدر استفيد منه اكسل, powerpoint, outlook and one note on the devices you use most like your laptop, your tablet and even your ipad or smartphone with one terabyte of online storage built in your files are never stuck on your computer at work or on your laptop at home wherever you are and whenever you need to you can get work done online or off السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سيد محمد الحاشمي اليومنا بنتكلم عن العقد الموجود بين وزارة التربية وشركة مايكروسوفت كل طالب او موظف بوزارة التربية سواء كان اداري او كان معلم له بريد من وزارة التربية هذا البريد يخليه يستخدم برامج اوفيس باشتراك مفتوح لخمس اجهزة لابتوبات سواء كانت ويندوز او ماك وخمس اجهزة تابلت او ايباد او تليفون والاشتراك يشمل برامج اوفيس المعروفة وورد الاكسل باوربوينت الاكسس وبقية البرامج اللي موجودة على موقع اوفيس وايضا واحد تيرا ويندرايف اشتراك مفتوح بالبداية شلو نحصل بريدي الالكتروني شوفوا معي الخطوات بالبداية ندخل على هذا الموقع ونختار من تحت اذا كنت طالب او كنت معلم او موجه او اداري وتحط تحت الرغم المدني بالنسبة للطلاب من المرحلة المتوسطة رح يحصلون هذا البريد المرحلة الالتدائية ما رح يحصلون البريد والمعلمين او الاداريين لازم خبرة سنتين هذا الموقع رح يعطيك اسم المستخدم وتحتها كلمة المرور الخاصة فيك اذا كنت معلم خبرتك اقل من سنتين او بريدك الالكتروني ما توفر على الموقع بامكانك تقدم طلب عشان تحصل هذا البريد رح تدخل على هذا الموقع وتحط رغمك المدني ورقم الملف وتعبي بقية البيانات وتنتظر ثلاث ايام وتدخل على الموقع السابق وتلقى بريدك موجود الان بريدك الالكتروني كالتالي رح تحط حرف T اذا كنت معلم او اداري او موجه فني وراح تحط حرف S اذا كنت طالب ومكان الاكسات هذه رح تحط رغمك المدني بعدين رح يكون ثابت at moe.edu.kw هذا ايميلك هذا بالنسبة للايميل اما كلمة المرور هي اللي خذيتها من الموقع قبل شوي بعدين تدخل على موقع portal.office.com وراح تحط الايميل اللي خذيته والباسورد اللي خذيته وتسوي login رح يفتح معك هذه الصفحة رح تلقى هنا الايميل الواندرايف وبقية البرامج اللي انت تحصلها من الاوفيس الخاص بوزارة التربية وايضا فوق عندك install office 2016 هني رح تنزل الاوفيس كامل على جهازك ولما يطلب منك الايميل والباسورد تحط ايميل وزارة التربية والباسورد اللي خذيته من الموقع اول مرة تسجل دخولك على موقع الاوفيس رح يطلب منك شيين الشي الاول ان يرسلك رسالة على رقم تليفونك رح تحضر رقم تليفونك يرسلك رسالة فيها ارقام تكتبها بالموقع وايضا رح تحط ايميلك العادي اللي تستخدمه غير ايميل للوزارة رح يرسلك ايميل عليه وفي ارقام ايضا لازم تدخلها بالموقع وبعدها رح يشتغل معاك موقع الاوفيس مثل اللي يوريكم بالنسبة لموظفين وزارة التربية هذا الاشتراك مدى الحياة حتى بعد تقاعدكم وبالنسبة للطلاب هذا الاشتراك لجميع الطلاب بالكويت من المرحلة المتوسطة يبدأ تفعيل البريد اذا ماك تدري عن هذه المعلومات او عندك معلومات زيادة اكتب لنا بالتعليق ونوصل لختام البيت اذا عجبك شي ارسله لاصدقائك فايدة لهم ودعم لنا كان معاكم سيد محمد الهاشمي مع السلامة اشتركوا في القناة